المغرب في واحدة مرحلة خاصة أن الميدان البحري أصبح ليس فقط اختياري ولكن ضروري للتنمية المغرب المغرب قام بمجودة في الموانئ وأصبح من الدول الأولى في تدبير الموانئ كما ميناء الطنجة المتوسط وميناء اللي سيبتح إن شاء الله في النظور ودخلها من بعد السنين فهناك طاقة كبرى في الميدان الموانئ ولكن في النقل البحري يؤسف له وقلتها مراراً أن المغرب ارتكب خطأاً سياسياً لما أعطى الشركة المغربية الملاحة إلى أكبر اسمه الشركة الملاحية في العالم بدون إيجابيات للمغرب ولهذا أصبح المغرب يفتقد إلى ما نسميه السيطرة على اللوجيستيك دي الصادرات والواردة دي المغرب وحتى أن وصلنا في حالة يرتلها وأنا أتذكر المرحوم الحسن الثاني أنا أقول لك من لم يسيطر على الملاحة لا يسيطر على شيء لم يحنين الوقت لخلق أسطن الوطني تبقى لتوجيهات الملكية؟ نعم هذه الجهات الملكية تتبين أولاً أن القرارات المهمة استراتيجية جاية من صاحب الجلال وأنا تبعت من الطنجر المتوسط لما كانت تبنى كان صاحب جلالتي يجيلي تقريباً كل شهر يشوف فين وصلت اسميته ولهذا أنا تنقلها أن الوحيد اللي غادي بعد اسميته النداء اللي غادي نمي وغادي سهلت السئلات هو صاحب الجلالة لأن الملاحة البحرية أصبحت بالنسبة للمغرب شيء ضروري لتعطيها ما نسميها الاستقلالية في ميدان التجارة الخارجية لأن تتصور أن بعد السيلة المغربية وهذه الناس من في الميدان الصدرة في الحاوية في طنجة تتبقى لأن الشركة العظمى قتلهم عدد الحاوية قليلة إذا نخصنا يكون على حاوية كثيرة لذلك ولكن الذي فقد هو المصدر المغربي أن هذا الزبون يقول له أنت لم تأتي بالسلع التي كنت أنتظرها منك في الوقت الذي كنت أنتظره منك يعني أنه لا تتحكم في اللوجيسيك ولهذا لو كانت تكون عندنا أسطول مغربي سيكون الداخل في هذا الإطار وفي هذه الاستراتيجية وعلى يقين أنه سيكون إن شاء الله وكين التاقات وكين التاقات الشابة طلعة وكين المعهد المغربي اللي تكون البحري وكين التاقات أخرى فهناك ما يخصه ويكون قرار سياسي كيف سننمي الأسطول المغربي كما فعلنا في السبعينات وكالاستين ماركاوي قال أن الدولة لما تبغى تقدم الأسطول المغربي أعطيت له قانون خاص وعطته موارد خاصة مالية وعطت ضمانات الأبناء لأن الأبناء لا يمكن أن يغامروا برؤس أموال الأموال في ميدان خطير من الناحية الاقتصادية كالميدان البحري لأن فيها حالات يمكن أن تكون إيجابية وفي حالات ما تسميها بالفرنسية سيكريك أن هناك خاصة تكون سياسة بنكية فيها ضمانات وتكون السياسة من ناحية وزارة المالية تعيد النظر في الدرائب على القطاع البحري لأن لا يجب أن تكون في هذه الطريقة لا يجب أن تكون لا يجب أن تكون وكين طرق نقول هذا الكبير أن كينما نسميه ب إن من دوله في مدينة والحيان بممتال هذا هو حل بالنسبة للمغربي يمكن أن تكون أستول نقول لكم كين دول التي لا تتصورها لها إيران التي المشاكل لها أكثر من 100 بخيرة ولكن أستوال المغرب عنده مدينة طانجة مدينة طانجة كانت قانون قديم ان الطانجة يمكن يتسجلوا فيها البواخر وما يكونوا تابعين اسمتهم النظام المالي للمغرب يعني يكونوا عمشية الحرية لماذا لا ندرها وهذه فكرة بناءة النورفج داروا هذا الشكل فرنسا داروا مدينة طانجة مدينة طانجة مدينة طانجة